انا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع والحقيقة هناك جوع شديد موجود في العالم عالم عاري بالرغم من وجود ملابس كثيرة عالم يعيش ويتخبط في فقر بالرغم من الغنى الموجود في العالم كثيرا ولا يستطيع أن يسدد حاجة الإنسان إلا ذاك الذي صنع الإنسان اسمح لي بمثال صغير أذكره لو أن نظارتي هذه كسرت لو اتكسرت النظارة هل أوديها للنجار يصلحها يمسك الشاكوش كده ويصلحها طبعا لا لازم أوديها لمحل تصليح النظارات لو أن الإنسان يشعر بفراغ روحي ونفسي يروح لمين لابد أن يعود إلى واهب النفس وخلقها حتى يستطيع أن يعيد لهذه النفس قوتها وسلامتها وشفاءها ولعلي أقتبس من كلمة الله مثال للمرأة السامرية المذكورة في ذات الإنجيل الأصحاح الرابع هذه المرأة كانت تتخبط في حالة من الجوع حاولت تملأ هذا الجوع بالعلاقات بالشهوة بالخطية بممارسة الشر مع رجل وآخر وثاني وثالث كل هذا لم يشبعها ويقول لها المسيح العظيم كل من يشرب من هذا الماء يعتش أيضا لكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعتش إلى الأبد أو أرجع لشخصية الرجل المجنون الذي كان عليه أرواح شريرة في إنجيل ماركوس والأصحاح الخامس عندما افتقدته نعمة الله وقبل المسيح كالخبز الحي يقول عنه الكتاب جاءوا لكي يروا الذي كان به لجؤون فوجدوه لابسا وجالسا وعاقلا هذا ما يفعله شخص المسيح العظيم يعطي الإنسان رداء البر لابسا يكسوه بدل العرية النفسي والروحي والأدبي والأخلاقي وجالسا أي متريس هادئ الطباع طيب النفس وعاقلا فالبعد عن الله هو الجنون بعينه اشتركوا في القناة